اشتركوا في القناة بيكون واجب عنكم نحو أسئلة عن النص اللي أخذناه بآخر جلسة بالجلسة اللي قبل هاي بيكون واجب عليكم طلاب تبعتوليها على المجموعة تبعتولي الحيول على المجموعة على مجروف نحن التمرين أكمل هذه الجمل مستخدماً لكلمات الموجودة في الصندوق طبعاً شو هنالكلمات الموجودة في الصندوق منترجموا هلأ طلاب منترجموا لكم إياهون يعني ملون مستحيل ما بيخاف ما عنده أصدقاء خلينا نشوف طلاب من الواحد للسبعة خلينا نشوف هلأ رقم واحد محمد 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 ما بيخاف من أي شيء إذن محمد هو فيرلس إذن رقم واحد هي فيرلس فيرلس يعني ما بيخاف إذن محمد 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 فيرلس اللي هو الببغة لديه فيدرز معناة ريش لديه إذا الببغة يمتلك الببغة يعني ريش ملوان ملوان كثيرا طبعا اللي قال المقصد هون إنه عديد من الألوان ريش الببغة على ديه العديد من الألوان طب بزل معناة تلغز ثلاثة إذا حل رقم الثلاثة اللي هو شو من المستحيل أن تنتهي أربعة هو وحيد إذن هو وحيد وبلا أصدقاء خمسة يعني القاموس شو معنات بلينجوال بلينجوال يعني ثنائي اللغة يعني عربي إنجليزي مثلا إنجليزي عربي عربي روسي بيسموه هذا بلينجوال دكشنري ماي بلينجوال دكشنري إز فري يوسفل نافع جدا يعني ستة منذ عشر سنين العديد من الناس عاشوا هنالك لكنها أصبحت دي بابيوليتد دي بابيوليتد يعني غير مأهولة بالسكان إذن سبعة سبعة رجل ما داس على قدمي أو يعني كما يقولون بالعمي يطلع على رجلي ولم يقل آسف آسف ولم يأتأسف يعني he was very impolite impolite شو يعني impolite غير مؤدب إذن a man stepped on my foot and didn't say sorry he was very impolite بعيدلكم ياه الطلاب مرة ثاني كلهم بقرألكم ياه من جديد محمود is fearless he is not afraid of anything too parrots have very colorful feathers ثلاثة this puzzle is impossible to finish أربعة he is alone and friendless خمسة my bilingual dictionary is very useful ستة ten years ago many people lived there but it has become depopulated سابعة a man stepped on my foot and didn't say sorry he was very impolite هون من كل خلصنا نحن هذا التمريم وهلا منشوف الخطوة الجاي طلاب عندنا بالstudent book unit 6 lesson 7 what do you think will happen ماذا برأيك تتوقع أن يحدث مثلا هاي هون الدرس اللي فرجينا قاعدة اللي هي إمكانية الحدوث في المستقبل هاي نشوف الآراء اللي موجودة عندنا هون في أربع كتاشنات صغيرة هلين نقرأ نقرأ إياهون I think people might live longer than that in the future because medicine has improved and continues to improve إلا هاي بتتوقع أنه شو بتقول بتقول I think people might live longer than that in the future بتتوقع الناس أنه تعيش أطول في المستقبل because medicine has improved لأنه يعني الطب بتقدم and continues to improve وهلأ لسا عم يتطور يعني القول الثاني athletes are getting stronger because they know how to train better and because they eat healthier food بتوقع أنه الرياضيين يصيروا أقوى يعني ليش لأنه يتدربوا أكثر وأفضل بشكل أفضل وبيأكلوا أكل صحي I think athletes might continue to break speed records further يتوقع كمان الرياضيين يضلوا شو يكسروا مثلا شو اللي بسموها هاي يعني الأرقام القياسية بيظلوا يتجاوزوا أو يكسروا الأرقام القياسية خلفة للأبد طب اللي تقول الثالث بيحكي عن شو عن الأمراض أمراض القلب يقول لك ما راح تقتل ناس كتير ليش لأنه الناس عم تتمرن هلا وبطلت أكثر تدخين يعني تخليت عن التدخين يعني يعني بقول لك مستقبلا أكثر الأمراض راح تختفي خلينا نشوف هاي شو عم تتحكي خلينا نشوف هاي خلينا نشوف هاي دا النص قرأ كالكوني خلينا نشوف شو الجرامر المرتبطة بهذا النص نشوف هاي القاعدة لالتكلم عن أحداث ممكنة نستخدم يعني يعني بعض منها verb zero تمام من الممكن أن يعيش الناس أكثر من ذلك العديد من الأمراض ربما تختفي بشكل نهائي إذن verb zero واللونغر أيضا verb zero تمام طب هاي في حالة الإثبات كيف بدي عملها نفي وبشرطا بحط بعد بحط بتصير هاي بحالة النفي والمي نفس الشي بحط لها ناط هاي بحالة النفي طب في حالة الاستفهام كيف بيعمل بجيب بحط بداية الكلام وبجيب المي بحط بداية الكلام وبحط آخر شي إشارة تفهم بآخر الجملة طبعا تكون شايل شو تكون شايل النقطة تكون شايل نقطة وشايل استفهام تمام مثلا هاي بحالة استفهام إذا تعلمنا نحن طريقة عم أعطيتكم إياها شو استخدامها وبحالة الإثبات والنفي والاستفهم قلينا نشروف هلأ طلاب بالأكتيفي بوك لسن سمن خلينا نشوف التمرين A صلي البدايات ونهاية الجمل مع نهاية الجمل طب خلينا نشوف رقم واحد إذا رقم واحد إليهو إليهو ويسي بحالة مستخدم ثلاث إذن تلادي إليه بي يمكن أن تلادي إليه بي إذن تلادي إليه بي إليه بي إلا إليه بي إلا ميزر كي إليه بي إليه بي طبعا كلها اقتراحات وإمكانيات يعني أنه المحتمل أنه سيكون مضرور يكون صحيح كل واحد بيعبر عن رأيه يعني بعيد لكم يا هنجريد the olympic games might take place in our country in four years 2. if we don't build a new stadium we might not be able to hold the world cup 3. more people will use a mail so we might not need telephones in the future منشوف طلاب التمرين اللي بعده اللي هو التمرين B طبعاً B شو طالب منكم هون اكتب جمل مستخدماً الميت والميت نوت والأسباب مع الأسباب إذا بدك تكتب ميت أو ميت نوت مع ريزون إذن جوابك هون تمام طلاب بيكون تمرين اللي هو حرف B واجب تبعتولي يا طلاب على المجموعة إذن تمرين بي واجب منزلي تبعتولي يا طلاب على المجموعة تحلولي 2 و 3 تستخدام مثل ما قلنا ميت أو ميت نوت وودك تعطي شوية السبب مثل ما مكتوب هون وهيك منكم خلصنا هي الجلسة والله يعطيكم العافية طلاب وإن شاء الله تكونوا أنكم تستفدتم يعني وإن شاء الله لقاءنا أو إن شاء الله معكم بإذن الله نكون بالجلسة القادمة بإذن الله الله أعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر